من الوجوهة اللي برزت وتقلقت بعدد مهم من الأدوار من لما تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية هو قدم كذا مرة وكان ينرفت بس بعدين نقبل خلص أموره بالمعهد وبلش بال2009 مجموعة من الأدوار اشتغل بالسينما واشتغل بالتلفزيون بالسينما عنده عدد تجارب منها مرة أخرى منها أفلام قصيرة بتلفزيون سوق الورق ملح الحياة الخربة بقعد ضوء بأكثر من جزء رفت عين المفتاح سوبر فاميلي حدث في دمشق تحت سماء الوطن وكان آخر مسلسل ظهر فيه بال2017 مسلسل شو بعدها بغيب علي الإبراهيم بسبب حادث خلاه يبتعد عن الفن ويبتعد عن الحياة عموماً لفترة ويعود من فترة قريبة لهيك يبلش يرجع يمارس الشاطاته ونسأله كيف صار اليوم وقديش اشتغل الشاشة وقديش الناس مشتقت له وحقيقةً يعني الناس كتير بتحبك علي الإبراهيم أهلا وسهلا فيك شرفتني دخيل قلبك شكراً كتير كتير وأنا مبسوط لأنه معك هلأ أستاذ باصل أهلا وسهلا فيك أنا سعيد جداً بوجودك معي علي الناس لما نزل خبر تصار فينا نقول هيك تنذكر ما تنعاد خبر الحادث كفيك تعاطف كبير ودعوات وتمنيات بالسلام من كتير كتير ناس علماً أنه إذا بنا نقول بالزمن الفني يعني كم سنة أنت شاغل فيهم منهم هالوقت الطويل اللي يعمل لك شو بتفسر أنه كل الناس فعلاً كانت هيك بتحبك عن جد مع أنه كان مصر لك كم سنة الحمد لله هذا رضا من رب العالمين يلي بيحبه الله بده يحبه العبد الحمد لله هاي ما قولتي وتعلمتها من أبي الله يرحمه ويرحم أمواتكن وهلأ أمي يا رب تكون رضيانة علي قالتلي أمي ممنوعة تسوق قلتلي ماما إذا بديك بشيء شهدت السواء قالتلي لا ممنوعة تسوق وبس قلتلي أمرك ونت حتلتزم بهذا الموضوع أكيد بس قلتلي بشرط واحد قالتلي شو هو قلتلي ماما إذا جاني دور فيه سواء شو أعمل أرفضه قالتلي لا بالتمثيل معليش بالتمثيل بيكون معك عالم كتير وبيقلولك روح من هون وطع من هون قلتلي ماما أنا السواتي منيحة قالتلي يا حبيبي أنا ما بدي ياك تسوق قلتلي خلص اللي بدك يا أم سمير عراسي والله ما تسوق والله 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 خلص هيك منيح قالتلي الله يرضى عليك طيب هاي هي أم نيتا ولكن أنت أنت حابب ترجع تسوق أو أنت ما بقى حابب تسوق أنا يعني هاي القصة تبع السواقة صارت مرفوضة عندي صار فيه يعني ردت فعل عكسية يعني أنا غرقان بصف الخامس بالمسبح صارت شوف الماي تخاف منها لا هلأ لا تراجعي مش الحال مش الحال لأنه أخذت أخذت بالقربان مسلسل 2013 أخذت دور ورد بده يتعلم يسبح وبده يلعب باسكت وكتير قصص بده يعملها وهو مشلول قلت له لأستاذ علاء الدين كوكا شاء الله يرحمه قلت له أستاذ بدنا نسبح قلت له طيب هاي بيقولوا العلاج بالأوقات في هذا العلاج بالصدمة طبعا اللي عنده مثلا فوبيا من شي معين بيحطوه بمواجهة الخوف يعني صح لحتى يتغلب عليه حادث السيري اللي أبعدك عن الفن علي لا شك أبعدك عن أشياء تانية مو بس الفن مزبوط عن شو أبعدك هاي فترة الانقطاع والعلاج والغيبوبة اللي مرت فيها عن شو بعدتك أيضا هلا ما بعدتني عن شي بالعكس الحمدلله 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 أنا أول كلمة قلتها بعد الغيبوبة الحمدلله هاي الكلمة ده ترافقني لحتى الله يقول لي حاشتك تاع لأنه هاي الكلمة خلص وأنا قبل الحادث كنت ماشي هيك هيك بعد الحادث صرت هيك هيك وزيادة والحمدلله دائما وأبدا لأنه أنا لو لأ الله الحمدلله ما كانت هلأ موجودة الحمدلله الحمدلله علي الغيبوبة ضليت شهرين ونص ونص هلأ نحن الناس لما منسمع بقصص الغيبوبة ما منقدر نتخيل وين بيكون هذا الشخص يلي بالغيبوبة أنت بتذكر أي ملمح أي تفصيل منه أم بالنسبة لك كيف ما رقوا هالشهرين ونص بالنسبة إليك وأنت لعايش القص هلأ بالنسبة إلي ما بذكر شي بذكر أنه الله كان معي وبس لا ما بتذكر أنك كنت بي ما شفت منام ما حلمت بشي نهائياً من لحظة الحادث للاحظة الاستيقاظ هي كأنها لحظة يعني بالنسبة إليك يعني هي تكة تكة يعني أنا أول ما فقت ساويت هيك على سنانك عم بتأكد عسناني إجد ضرفتني إختي على إيدي قالت لي علي ما فيون شي ما فيون شي سؤال أنت لما وعيت من الغيبوبة علي استوعبت مباشرة شو اللي صاير أم ما عارف شو عم بيصير ما شو كنت متذكر ما كنت بعرف وين أنا أنا فقت بلحظة أستاذ باسيل لحظة رهيبة وبشكر الله هاللحظة كانوا بدون يفتحوا لي هون مشان الأكل شفت الدكتور بإيده مشرط فطلو هيك بيدون مقدمات ولا شي قال لي عم بمزح أنا ورفيقي لك له لا 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 قبل هاي اللحظة أنت أبدا ما كنت حاكي معهم ولا متغاطي معهم ولا ولا شي فجأة فجأة أنا قال لي الله بيحبك أنت كنت هون عارف شو اللي أنت وين ما بعرف حالي وين ولا أي شي أنه أول واحد قال لي الحمد لله على السلامة مسكته من رقبته ما عم بعرف لي عم يقلي أنا كنت بحلم وقت وين قال لي يا أخي أنت عند رفياك لأنه إذا عرفت أنا بالمشفى صاروا يمرؤولك المعلومات تدريجيا شوية شوية هلأ الحمد لله يعني بس صدقا أنا ما عد فكرت فيه بس العالم مصر تذكرني فيه هلأ حقه حقه تعرف ليش أنا بقلك ليش علي أول شي التجارب النجاة هاي من كتيري يعني أنه شخص يرجع يتمثل لشفاء بعد غيبوبة وقت زمني نحن ما عرف الغيبوبة قدي بتأثر على الجسم وعلى الدماغ وعلى الإدراك وتشوف الشخص عم يرجع يتابع بتصور هاي شغلة تصير فضول العالم أضف لذلك أنت شخصية معروفة ومحبوبة أيضا وكنت هيك بلشت تعمل مكانك فغيابك استدع انتباه الناس مثل عودتك ما بطبيعة الحال رح تسألك الناس وتتطمن أنا اليوم بدي أسألك عن صحتك أسألك أنت كيفك اليوم أسألك مين واقف معك بهاي المرحلة علي هلأ الحمد لله أهلي أمي كتير بقلها شكرا 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 على كل شي عملتي مشاني وأنا آسف خلي لك يا هاي علي دخيل قلبك شكرا كتير يخلي أمهات العالم كلها ويعني هاي الفترة كانت عصيبة عليك كتير كتير ماما أنا بحبك وبقلك هاي علي بالإزاع أنه ما بقسوا إلا بالتمثيل الله يخلي لك ياها الله يخلي لك ياها ومن عيدها كمان بمناسبة الأعيات كلها إن شاء الله كل عام و هي بخير مين غير الواقب في صداقات معينة حسيت بإيمة أكتر بهذا الوقت علي هلا في عالم وقفت معي هلا مثل الأستاذ عمار تميم شكرا شكرا كتير كتير أول ما بعتلي مسلسل ردة قلبي أريته مو مرة وحدة عم بقرة أقرة ومكتوبة الشخصية شو الشخصية هاي صار تقول ما بدي قال لي مدير الإنتاج قال لي شو أستاذ علي قلت له عم بقرة قال لي ما خلصت قلت له لا أنا كنت قريان مشان شو بدي إياها تنفهم أكتر قريت قريت قلت والله حلوة خلص قال لي بديك تردلنا خبر اليوم لأنه التصوير باللادقية قلت له أخراج مين قال لي الأستاذ عمار تميم قلت له أوكي خلص جاهز أنا قال لي بس تعرف شو هي الشخصية قلت له عيب الحمد لله قال لي تصويرك بعد ثلاثة أيام قلت له جاهز قال لي وعي المبلغ قلت له ما ما في مشكلة مع الأستاذ عمار تميم أنا بعطي كنت خايف من اللحظة اللي بدك ترجع فيها قدام الكاميرا علي يعني بينك وبين حالك صرت تقول يا ترى أنا رح أرجع وقف بنفس القدرة اللي كنت قبل الحادث مفرداتي ذهني سرعة بديهتي حفظي للشخصية خفت شوي رجعت حاولت مثلا تتمرن قبل ما تروح تصور لا أبدا بس حسيت حالي صدقا 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 أنه تخرجت بنفس اللحظة يلي جاني النص التلفزيوني رجعت حسيت حالك كأنك تخرجت نقوله جديد تماما هلأت كنت مشتاء مشتاء يعني في طاقة بدي يفجرها وهي الطاقة لازم تطلع والعالم تشوف علي مرة تانية طب رجعت أمني عن وضعك الصحي حاليا وضعك الصحي تماما وصف لي اليوم هلأ الحمد لله تماسلت وبإذن الله شهر تاني خالصين دوا خلص عملت فترة مطولة من العلاج تماما حتى علاج فيزيائي تماما وعادة تأهيل كامل بزن شو تعلمت من هاي التجارب علي وأنا بدي أقول شي يعني شابي عمرك وأنت يعني بعمر صغير وطالع بكل هيك اندفاعك نحو الحياة والتمثيل وبداية ما بلشت تلمس النجاح والنجومي والشهرة صار حادث ممكن يكون أي حادث بيصير معنا بالحياة ممكن يخليك توقف أو حتى تتغير مسارك أو طريقك شو تعلمت تعلمت إن الله حق الله دخيله وقت بيرضع على إنسان فالحمد الله هاي هاي صفة حلوة كتير وما نزعلان أبدا لأنه الله بيتذكرك فهو رضيانا عليك الحمد الله هاي القصة خلص هاي الحمد لله دائما وأبدا هاي أعظم شيء بالنسبة إلي الله دخيله الحمد لله يعني هاي التجربة عملت علاقة إيمانية خاصة أكيد أكيد غيرت مفهومك الإيماني يمكن غيرت طريقة تعاطيك مع الحياة عموما تماما هلا فينا نقول هيك بس أنا الحمد لله يعني قبل الحادث كنت ماشي هيك أنا بقصد بقصد صرت ترى ترى الحياة من زوايا أخرى جديدة بجوز ما كنت منتبه مثلا مظبوط صح هذا الحكي هلأ صار فيه دائم وأبدا هو القرآن الحمد لله لأنه أنا القرآن هو اللي رجع لي صوتي أنا ما كنت أحكي هيك هلأ بتشوف بلقاء قبل قديم قديم أنك تحكي مرحبا هلأ هيك لسه النطق ما كان راجع يعني هيك شوية شوية الحمد لله استفقاد رب العالمين رحمة علي لما لما بلشت شوية شوية تصحى يعني بعد ما سعيد مغيبوه بلشت تحس أنه علي اللي أنت شفته بهذاك لوقت لما عم تصحى غير علي اللي كان قبل حادث صوتك من هو نطقك من سليم حركتك من سليم خفت قلت معقول ما أرجع متل ما كنت شو حسيت هلأ ما بخفيك أستاذ باسل أنا أول ما فقت كنت خافة من الأرض فكرها بينزين عندك لسه من تدعيات الحادث هواجس أنا حطت رجلي على الأرض مع أرض أحطها أخي يحملني يقول لي حطها 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 على رجلك قال لي أوكي حطيتها أجيت قال لي طعا نمشي قلت له نمشي ها يلا مشيت قلت له ملقاني إلا وقعت قال لي علي شباك ما في شي على الأرض قلت له بعرف بعرف بس الحمد اللجا وسط دغري هلا القصص وقت بتكون أنت ببالك مزروعة هلا مو مزروعة خلاص الحفر طب لي أنا مرة كتاب أحضر شي بخص أمور الغيبوبة بيقول لك أنه في ناس بيكتشف بعض الغيبوبة بتكتشف بحالها شغلات ما كانت مكتشفتها يعني حضرت وثائقي بيقول لك أنه أحد الأشخاص يلي فات بغيبوبة هل في شي مختلف صار معك بشخصيتك بعد الغيبوبة أبدا بس صار في قصة أمسك الكتاب هي الحمد لله ذاكرة قوية كتير يعني أريد ديستوفسكي الجريمة والعقاب فتحتها قلت يا الله ريان أصب ديراها تذكرتها كلها الزاكرة محافظة على الحمد لله نهائيا يعني في أشخاص قلوا لي أنا مين قلوا أنت بتتذكر أول كف ضربتك يا قال لي شو أول كف قلت له ضربتك كف كنت ناجح أنا بكالوريا وأنت عم تذكروا التفاصيل قال لي أنا نجحت قلت له شو عم تدرس قال لي ولا شي قاعد قلت له راح تضلك قاعد علي بتخاف هلأ بعد هالانقطاع ما تقدر ترجع تلاقي الفرص نفس اللي كانت يعني متوفرة قبل بفترة هلأ هو القصة أنه نخلص من أزمة الكورونا بإذن الله ومنرجع منلتق كلياتنا لأنه هلأ الكورونا ما عم تخلي حدا يشتغل فيه خوف بس عم المسلسلات شغالة والتصوير شغالة هذا قبل هذا كله قبل بس هلأ العالم كله واقفة الكورونا بس السنة شو حضرت مسلسلات عم بحضر على صفيح ساخن الله كد تتمنى تكون فيه أكيد أنا يامن حجلي صديقي المقرب سلم عليه سلام كثير كبير والأستاذ علي وجيه كمان علي رائعين 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 فيه مسلسلات ما حبيت أم راح أسكرها وبوجه تحية للأستاذ إسماعيل مداح سلم عليه كمان بقله يعطيك ألف عافية أنت والأستاذ مسنة عمل رائع كتير 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 تحكي عن سوق الحرير بجزء ثاني تماما أنا بحبه كتير كتير وبوجه له تحية لأستاذ إسماعيل مداح يلي بقله أنا بحبك وبيعنيلي نجاحك بديك بالختام علي توجه تحية للناس اللي بتحبك إليك واللي ناطرتك إليك واللي بتتمنى لك وما زالت الخير والصحة والنجاح الدائم يا الله هلأ هلأ بدي بدي وجه تحية لزميلتكن المخرجة الرائعة يارا بقلا شكرا كتير 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 على وقوفك ماي وبدي وجه تحية كبيرة للست شكران مرتجة بقلا دخيل لقلبك أنا بحبك كتير 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 وعن تابع المسلسلات يلي أنت فيها شغلة كتير رائعة وبفتخر فيك وبرفع راسي إنك أنت ممثلة رائعة كتير كتير شكران تحية كبيرة يعني الغالية والقلب الطيب شكرا يا علي شكرا لأنك شاركتنا هذا الوقت شكرا لأنك تبعنا اليوم نحن نطرين نحضرك بأول ما ينعرض مسلسل ردقالبي يا رب إن شاء الله يكون حلو مفروض بعد رمضان العرض يكون بإذن الله فنطرينك فيه ونطرينك إن شاء الله بأدوار تاني ترجع على الشاشة على المكان اللي بتحبه شكرا لحضورك علي الإبراهيم أهلا وسهلا فيك شكرا كتير لك أهلا وسهلا فيك